الشعية ستة للفصل الشهير الشعية ستة أرجو أن نقرأ من أول الأصحاح في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل الصارفين فوقه واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجدوه ملء كل الأرض فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا فقلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب النجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود فطار إلي واحد من الصرفيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك مين شعية؟ ومين عزية اللي مات؟ وش معنى الرؤية دي سنة وفاة عزية؟ حياة دي كلها اعتبارات لازم نبقى درسينه شعية دا يعني يعني اللي في أيامه ما كانش فيه زايه نبي على علاقة بملوك ذلك الوقت مباشرة شخصية معتبرة في المملكة جدا ندرس سفره نعرف إنه كان يدخل القصور كدخول أي شخص من العائلة الملكية يعني ما كانش حد بسيط يعني عموس يقول عن نفسه إنه هو رعي وجاني جميز مثلا لكن الشعياء ما كانش كده كان يعني كان من الطبقات العالية جدا فيه أيامه في إسرائيل وكان فيه ملك حاكم اسمه عزية دا من أطول الملوك اللي عاشه ويقول الكتاب إنه عامل المستقيم في عيناي الرب ملك اتنين وخمسين سنة لكن لما نجح قوي ربنا نجحه قوي 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 اتنفخ وناخد بالنا من الحكاية دي أي نجاح فينا بيعرضنا للكبرية أي نوع من النجاح مركز مادة روحيا يعرضنا للانتفاخ ما لم نكون قاربين من الرب فانتفخ وتكبر لدرجة إنه مع إنه ملك قرر أيضا أن يأخذ مركز الكهنوت فدخل إلى هيكل الرب ليبخر طبعا إحنا عارفين كويس إنه ليس له الحق إطلاقا أن يقوم بخدمة الكهنة إن كهنة دول من صبت لاوي هو من صبت يهوزة فالكهنة أثر جدا بعد اتنين وخمسين سنة ملك لأنه ما مجدش الله في القداسة يقول وكان في بيت المرض حتى يوم موته عارفون يعني إيه؟ يعني ما دخلش قصره تاني وده ممنوع ده أبرص ما عدش على عرشه تاني ليه؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لأنه تساهل مع إيه؟ شايفين يا شعب الله اللي بيتساهلوا مع قداسة الله بيحسن فيه إحنا فاكين إحنا عايشين في العهد الجديد ربنا طيب بيطبطب علينا بيفوت حاجات نقد بالنا إحنا بنتعامل مع إله قدوس